النهاردة بيأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الآتي كل سنة وتطيبين يا جماعة عيد الأضحى لو أنا على حسب ما أنا متذكر أو حسب حسبتي حلو تبقى الوقفة تقريبا يوم 19 يوليو فيبقى أول يوم عيد إن شاء الله يعيده علينا جميعا بالخير يا ربي يوم عشرين طيب دكتور محمد مختار جمعة بيقول الآتي بيقول إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط ودون إقامتها في الساحات يا سادة يا كرام بيشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية واللي هيتم الالتزام بيها أو اللي بيتم بالفعل الالتزام بيها في صلوات أو في صلواتنا في أيام الجمعة ربنا نعرف لكم جميعا بإذن الله يا سادة يا كرام تاني لازم الناس تبقى عامل حسابها إن شاء الله وإحنا رحين نصلي العيد إحنا لبسين الكمامة رشين الكحول واخدين سجادة الصلاة بتاعتنا معانا واخدين بالكم الحكاية دي خد سجادة الصلاة بتاعتك معاك زمانه وإحنا صغيرين لما كنا ننزل نصلي العيد فكنا بقى لما حد فينا بينسى سجادة الصلاة أشوف المصريين طيبين أمرة سكر دايماً تلاقي الناس كده يقولك يتعلق على صلي جنبي ويروح فرد السجادة بالعرض ونصلي مع بعضينا دي عداد جميلة ورائعة لا تصلح للكورونا خالص خالص سجادتك معاك بس ودمتم إجراءات التباعد يعني الصلاوات إحنا عارفين كويس جداً إن إحنا تعلمنا دايماً نصلي إن إحنا يبقى كتفنا في كتفة بعض وهكذا الكورونا لها ظروفها ما تخليش حد كده ولا كده يقولك بس أصل بس فصل صلاتك لا يا عم مش بطل لما تحب تاخد الحاجة عندك كوزات لو قايف عندك الأزر الشريف لحد كده دمتم فاصل ونواصل